بمناسبة حضوره الاحتفال السابع لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات الاتصال في التعليم استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رعي الحفل استقبل رئيسة وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة والفائزين بها في الدورات السابقة ومن منطلق الأهمية التي تحظى بها الجائزة والمشاريع التي فازت بها نظمت اليونسكو ندوة نقاشية حول الجائزة على فترتين صباحية ومسائية جائزة صنفت من أفضل الجوائز العالمية فهي الوحيدة في اختصاص صار ينال اهتمام العالم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات الاتصال في التعليم ها هي اليوم تتوج فائزيها في حفلها السابع مشاريع ومبادرات لقيت إشادة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رعي الحفل لدى اجتماعه برئيس وأعضاء لجنة تحكيم الجائزة والفائزين في دوراتها السابقة وذلك بحضور معالي السيدة إيرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو إلى جانب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لقد تشرفت بتحمل مسؤولية إدارة الجائزة في دورتها الجديدة وأستطيع التأكد بأن هذه الجائزة هي من أفضل الجوائز العالمية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم لأنها الوحيدة المختصة في هذا المجال وقد غامت اليونسكو بالتجديد لها في دورتها الثانية لانسجامها مع الاستراتيجية الجديدة للمنظمة 2030 والتي تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا مركزيا في تحقيق أهداف التعليم للجميع ومن الواضح أيضا تلقى اهتماما عالميا واسعا إذ استلمنا أكثر من 200 عمل ومبادرة شكلت إضافة نوعية عالميا وبهذه المناسبة أتقدم إلى جلالة ملك مملكة البحرين بجزيل الشكر والتغذير على هذه المبادرة الهامة حضرت هذه الورشة وجدت أن هناك إشهادة من الحضور وشكر وتغدير لجلالة الملك حفظه الله ورعاه على هذه الجائزة ذات المدلول العالمي المعرفي وكذلك تغديرهم للأبحاث التي نالت هذه الجائزة وتم أيضا مناقشة كيفية الاستفادة منها على الصعيد العالمي باعتبارها أن هذه الأبحاث أبحاث متميزة ومتنوعة هذه المناسبة سعيدة لنا كخليجيين وللمجموعة العربية في اليونسكو لأنها تعكس اهتمام الدول العربية بالتعليم أولا وبتكنولوجيا التعليم ثانيا وإدخال التكنولوجيا في التعليم طبعا لا يخفى على أحد جهود مملكة البحرين وجهود صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في هذا المجال وانطلاقا من أهميتها نظمت اليونسكو ندوة نقاشية حول الجائزة بحضور المشاركين جميعهم إلى جانب عدد من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين تم التطرق من خلالها إلى أهمية الجائزة في خدمة أهداف اليونسكو في نشر التعليم عبر التكنولوجيا ودورها في تشجيع المبادرات الدولية وفي تبادل الخبرات لقد تشرفت حقيقة برئاسة لجنة التحكيم التي أتحت لي ولزملاء المحكمين الإطلاع على التجارب والمبادرات المبدعة في مجال اختصاص الجائزة والتي قدمها أشخاص مبدعون من مناطق مختلفة من العالم وهي أعمال على درجة عالية من الأهمية وأشعر اليوم بسعادة غامرة بحضوري وزملاء هذا الاحتفال المميز أن الفائزان يأتيان من أفقين علميين مختلفين الأول من أمريكا اللاتينية والثاني من آسيا لتتكامل الجهود في خدمة التعليم من خلال بوابة التقنية والذي يسعدني خصوصا ليس ما تتميز به الأعمال من إبداع فقط بل ما تتيحه للإنسانية من عظيم الفائدة من خبرات الإنسان في كل مكان إن حصولنا على هذه الجائزة مهم جدا بالنسبة إلينا في وزارة التربية بكوستاريكا لأنها تقدم لنا دعما وتشجيعا إضافيين إنه لشرف كبير لي ولبلدي الحصول على هذه الجائزة العالمية من خلال مشروعنا الذي نجح في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تعليم الكبار في بلادنا وفي أمريكا اللاتينية وبهذه المناسبة أسعد جدا بتوجيه الشكر والتقدير لكل من اليونسكو ومملكة البحرين على إطلاق هذه الجائزة التي جمعت بين طرفي العالم بما أتاح تبادل الخبرات والتجارب المتقدمة في خدمة الإنسانية إننا هنا اليوم بفضل هذه الجائزة العالمية التي أتاحت لي ولزملاء الخبراء في العالم لعرض تجاربهم ومبادرتهم لخدمة التعليم على صعيد العالم هذا يشعرني بسعادة غامرة خاصة وأن مشروعنا يقدم خبرات علمية وتربوية للطلبة والمعلمين في العالم عبر الفضاء الإلكتروني في الفيزياء والرياضيات من خلال دروس يمكن تطبيقها وإثراؤها وتقييمها مقدما كل شكر والتقدير لجلالة ملك مملكة البحرين الذي جعل هذا اللقاء العالمي ممكنا مبادرة كريمة تشجع على خدمة الإنسانية في كل مكان أتاحت الفرصة للتعريف بجهود مختلف المجالات التعليمية واستطاعت عبر نسخها السبع أن تحقق الاستفادة المتبادلة من الابتكارات والإبداعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية عموما والارتقاء بالتعليم على وجه الخصوص